الأبو جوريو الأبو جوريو رواية كتبها الروائي الفرنسي أونوريب بيلزاك الذي يعتبر المؤسس للواقعية في الأدب الأوروبي كتب في المسرح والنقد الأدبي والفني ونشر أكثر من واحد وتسعين رواية ومات عن واحد وخمسين عاما مثقلا بالديون وكان يتقمص أسماء وشخصيات كثيرة تهربا من الدائنين رواياته تعتبر بانوراما للمجتمع الفرنسي بكل مكوناته الاجتماعية والفنية وبلغة شاعرية تقترب من الرومانسية وتشكل تجربة العيش في باريس محيط رواياته هذه الرواية تجسد الرؤية البانورامية للمجتمع الفرنسي فأحداثها تدور في فندق عائلي بانسيون تعيش في طبقاته المختلفة شخصيات لكل منها قصة لها بعدها الاجتماعي الفندق تملكه مادام فوكي وتسكن في الطبقة الأولى إلى جانبها الأرمالة مادام كوتور ومعها الفتاة الشابة فيكتورين وفي الطبقة الثانية يسكن عجوز اسمه بواري ورجل آخر أصلع يضع على رأسه باروكة هو ميسيو فوتران وهو تاجر قديم وفي الطبقة الثالثة تعيش فتاة عانس اسمها مادام ميشون وامرأة أخرى تمتلك مصنعا للشعيرية والمعجنات الإيطالية باقي الغرف يسكنها طلاب يأتون من الريف مبهورين بفتنة باريس وفي غرفة من بينها يسكن جوريو جوريو هو الشخصية المحورية وتدور حوله التكهنات فالواضح أن الرجل كان غنيا جدا نفذ ماله من دون معرفة السبب الذي يبقي مدار الهمس بين النزلاء لكن كانت بين الفينة والأخرى تزوره عربات خيل مطهمة وفاخرة وتعود به لاحقا تتبدى قصته في خيانة ابنتيه وكان حبه لهما يصل إلى التقديس فبعد زواجهما أخذت بنهب أمواله وهو يغدق عليهما بلا حساب ثم تنكرتا له بعد إفلاسه بينما يلقي الأب غوريو اللوم على الزوجين القصة رؤية تحليلية لشرائح المجتمع البارسي ويضفي عليها أسلوب بلزاك سحرا أدخل الرواية في سجل الخلود لما فيها من وصف تفصيلي لدقائق ما يحيط به سواء وصف المكان أم الشخصيات من دون أن يغيب جانب التهكم الخفي ترجمة نانسي قنقر